السلام عليكم البنات كيف انتوما لبس عليكم بخير امركم مزيانة نتمنى يا ربي تكونوا مزيانين والاحوال ديالكم كل شي بخير وعلى خير انتو ما كتشاهدوا هاد الفيديو وقبل ما نبدأوا الفيديو ديالنا البنات غنصليوا على رسول الله اللهم صلي وصليوا مبارك على سيدنا محمد اليوم البنات رزعت معكم فيديو جديد غنشارك معكم بالروسين ديال هاد النهار كيف ما كتشوفوا معي انا اول حاجة كندير البنات من بعد ما كنتدي الوليدة للمدرسة كنجي لهاد السوبر مارشي باش ندي سخير ديالي وكندي حتى الخبز طبعا باش غادي نفطر كالعادة وكيف ما كتشوفوا معي البنات كينين انواع كتيرة من الخبز انا البنات دائما كنحاول ان نوع ما كيعجبنيش نفس الفطور نفطر به يوميا يعني كنحاول ان نوع حتى في الخبز يعني كيف ما كتشوفوا كين اشكال كتيرة من انواع الخبز يعني كل مرة كنتدي نوع حكذا منها كنتشفو ومنها كن بدل سافي هادشي لي كين البنات اليوم ان شاء الله غن نمشي مع الصديقة ديالي للدار ديالها واخيرا اعطوا لدار الله يبارك ويزيد تمنوا يربي يدخل عليها بالصحة والسلامة والعافية وقبل ما غنمشي وضروري مخصني نجي مع الدار ديالي وندير الغديوي ونتغدى ويعني مور الغداء عاد غادي نمشي عفوا وهنا كيف ما كتشوفوا معي البنات موسم الشوكولاتة يعني من اللي كنسمعوا هذا نوال او سنة الجديدة يعني نعرفوا بان الشوكولاتة يكون في جميع انواعه درت لكم هكذا ضويرة خفيفة وهنا البنات فات سوبر هذا كين واحد جيها في هغير الحلال وفيها منتوجات مغربية ومنتوجات يعني عربية يعني ديال لجميع الدول وهنا جيت البنات غنوريكم لقيت عندهم الملوية البنات انتم ما كتشوفوا معي الملوي المغربي انتم ما كتشوفوا يعني مع البري رد اتي كي جيوا خمسة هنا خمسة للملويات بجوجة الأورو ولقيت عندهم حتى هدي وقيلة كنافة مع مرة معرف شنو الاسم ديالة بالضبط وهنا المقراط حتى هو يعني كين عندهم هادشي ديالة العرب بزال وكيف ما كتشوفوا معي هنا ديناتا في رجعت للدار قدي نشارك معكم وحدة وحدة تشارميلة هكذا اللي كان عمل لزيتون الاسود صراحة كانت ورثة لي صديقة ديالي وشجرة ديالي يعني قاتلي الويدة ديالة كديرها تشارميلة وكنت جربتها وكانت عجبعتني بقي دائما كان عملها اللي هي زيت الزيتون والتوم والكمون صافي واللي بغي يزيد الربيع كي يزيدو صافي أنا ما زيتش الربيع صافي وكتقى تحركو وكتخليف تلاجة هي من الأحسن تعمل هاد الوصفة هدي مش يومين نهار قبل مش يومين نهار قبل هكذا باش ديك التوم كتفقد شوية ديك الرائحة ديالة يعني لكتكون مجاهدة شوية صافي وكي بقى المدق في غزل يا لبنات هكذا حسن ما تاكلو زيتون أسود هكذا كحسبي وهذا كان الفطور ديالي ديال اليوم لبنات كما كتشوفوا يعني عادي بيضة مسلوقة وخات هرستلي في وسط الماء شوية التمر وشوية القرقاع والشاي خد الشاي لبنات الشاي الأحمر كي يجي من السمن شاء الله نشارك معكم للباكت ديالو زوية هنا البنات كتشفتو هنا عندو حد سوري وقيلة كي بيعو سوري ولا فلسطيني ما عرفتش بالطبط صافي مهم هنا البنات أرجعت معاكم غندير الغدة ديالي الغدة ديالي اليوم غنشارك معاكم البرياني يعني وصفة غزالة يا البنات كتعجبني وأنا منعشق الوصفات اللي كي يكون فيهم هكذا الأرز كيف ما كتشوفوا معي هذا هو الباكي ديال التوابل ديال البرياني كيتباع هكذا في المحلات هكذا اللي كيكونوا باكستانيين وهذا هما اللي كيبيعوا هادا قنيشات هادو ديال هادا التوابل هادو كيجيوا على هاد الشكل يعني كارتونا كتجي فيها جوج ديال الصاشيات حال هادو كيكونوا فيهم جميع التوابل يعني كتفي غرب هادا التوابل صافي ولكن أنا ما كنقدرش ندير كل شيء هادا التوابل لأنك كيكونوا حارين يا البنات مهم كندير منهم شوية عد كنزيد العطرية العادية ديالي كيف ما كتشوفوا البنات من الداخل كتجي على هاد الشكل كيجي فيها هادا البرقوق البنات حتى هو كيديروهم على التوابل برقوق وهنا كيكونوا توابل داخل بالنسبة البنات اللي بغوا يجربوا هاد الوصفة وما توفروش على هادتوابل يمكن لكم تكتافيوا هاكدا غرب القرنفل وبحبة الهيل وشنو اغور التوابل العادية ديالنا وعد زيدة إلا عندكم ديك النجي ما ما عرفت شنو اسمية ما عقلش على الاسم ديالا هتا هي كتجي هاكدا في الاروز كتجي زويونا صافي وكيجي على هاد الشكل ويمكن لكم تزيدوا الحار موهم هنا كيفما شفتوا هنا درت قليل من التوابل لانه حار رد بالصحة لبنات انا غنزيد واحد شوية صافي ودرت الكركم ودرت سكين جبير وصافي هنا اخذيت البصل الاحمر كيفما شفتوا معايا قطعتوا هكدا صغير وغاد ينزيدوا على التشارميلة ديالي او على التوابل وغنزيد زيد السيتون يمكن لكم تزيدوا زيت يعني المائدة ولكن انا قنفضل زيد السيتون صافي هاكدا وغنخليو التنجرة ديالنا هاكدا تشحر على نار مهيلة طبعا مش ما يتحرقوش لنا التوابل صافي ومن بعد مليا غتشحر لنا هاكا الحيمة غدي نزيدوا الماء الكافي اللي غدي قدنا صافي وغادي نخليو الدجاج يا طيب انا غاكندير ها الطريقة هادي بالنسبة للناس ليبغيوا يطيبوا كل شي مع بعض صافي يمكن لكم طيبوا كل شي مع بعض حتى الاروز ولكن انا كنطيب الدجاج وكنزولوا وعد كندير الاروز هنا بالنسبة للراوز غدي ندير الراوز بسمتي هو اللي كي يجي مع هاد الوصفة انا خديتهم كالريفور انتو ما كتشوفوا يعني فيه ماركة يعني كل محل عنده الماركة ديالو انا خديت غير الماركة كالريفور حتى هي كتجيزوه ونفس صراحة اللي كي يجي على هاد الشكل صافي هنا يكنفزقو في الماء ضروري واحد تساعد الماء قبل او لا نساعة صافي وكنخلي الدجاج ديالي طيب هنا بعد ما طاب الدجاج زولتو البنات والاروز ديالي طلق ديك نشا ديالو ديك مهمتا واحد المادة كتكون في الاروز من الاحسن دائما البنات فزقو هكذا الاروز عاد تاكلوه صافي هنا يا غدي نشوف الماركة وش قاد نيع اللي حسب الاروز ديالي اللي غاي طاب فيه صافي وكنزيد الاروز هنا بالنسبة للدجاج كنديرو في الفرن هنا كنحمرو كن نديرو هكذا زبيدة وكندخلو نحمرو فران صافي هنا بالنسبة الاروز ها هو كشف ما كشفتو البنات طاب واحد واحد سر البنات مملي بدا يدخل الطياب في الاروز يعني بدك يا طيب ديرولو واحد تحريكة صافي وخليو هكذا باش كي يجيكم بعد ملي كي يجي مفرز هكذا ما كيجيش مكيل سقش مع بعضيتو صافي هنا دجاج ديالي ها هو حمرتو وكيبقى لكم اختيار كيفاش تقدمو الطبق ديالكم يمكن لكم تزيدو عليه قليل من اللوز يمكن لكم تزيدو اي حاجة كتبغيو كتقدمو هكذا مع صلاطة يعني دا ما عطي مرخص كيفما درت انا وشوي البصل يعني صلاطة عادية صلاطة عادية عفوان صافي وكتبقى كيفما كتلكم تقديم على حسب كل واحد كيفاش كيبغي يقدمو كيفما كتلكم كين اللي كي طيب الدجاج مع الاروز يعني كي طيب كل شي مع بعضو في الاصل هذه هي الوصفة ديالبرياني يعني كوشي كي طيب مع بعضو ولكن انا كان بغي ان نحييد الدجاجهم بعد ان نطيب الاروز بوحدو صافي هنا من بعد ما تغدينا البنات كيفما كتلكم معينا خارجها قديمشي عند صديقة ديالي لانها قد تكون قريبة ليا هات صديقة البنات تعرفت عليها في فيسبوك في واحد القروب يعني كنا غير هادرين وكنت هادرة مع ابنت اخرى وهي اللي جاوبتني سبحان الله وصافي متما بدت العلاقة ديالنا تعرفنا استقنا يعني ساكنين قرابين من بعدياتنا وربي لقانا الحمد لله ربي كي لقينا مع الناس مزيانين الحمد لله وشكره لله صافي هنا يا كتغا مشي معها للطر ديالها الله يدخل عليها بصحة والسلامة والعفية يا ربي الحبيب لقيت هنا غاديين هنا كما شفتوا ركبنا يعني في الطرام وغادي مشيوا ان شاء الله انا ركبنا في الطوبيس عفوا نمشي الطرام صافي كما كتشوفوا معايا هنا كان عندنا شوية البرد وكان شتا انتوا ما كتشوفوا الجو عندنا شوية يعني معروفة يعني مدينة اليوم بهذا الجو هذا صافي وهنا وصلنا يعني الحي اللي قتسكن فيه هي كيف ما كتشوفو جا شوية عالي واحد المنظر كيبان من هاد البلاصة هادي بغيت نشاركه معاكم منظر غزالي يا البنات يعني تقريبا كتبان مدينة اليوم كاملة من هاد البلاصة هادي جب حل باركي هكذا كتبان منه وقلت نشارك مع البنات هاد المنظر هذا نستمتعو به كاملين مع بعض كيف ما كتشوفوه مع فصل خريف يا البنات واحد الجو غزال غزال صراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سافي البنات كيف ما شفتوا معايا هاد الجو الرائع اللاي لبنات انا الصراحة الله كريح النفس سافي هنا يا سافي لقيت هنا غدين الدار ان شاء الله جيت معاها لانا بغيت تعبار هكذا الكوزينة باش تشيري ان شاء الله الكوزينة ديالا انتم قد تعرفوا الواحد هكذا ملي الله كي يبدأ اولا كيتحول يعني كي يخصوا كل شي من اللول سافي جيت معا هكذا عبرنا واخدين القياتات لخصوم اتخاذوا هكذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سافي ابناء وصفو البنات اخذينا القياسات وصلينا كل شي بياران L'Grobin بايقينا نخصنا نديرو رجعت الى هاد المنظر عاود لقد قد ext갔وا هنا ورجعت هنا يا لقد قد رجعت عاود الغروب من هاد البلاسة هادي صراحة كيفما كنت لي كون منظر غزالة للبنات التصوير لبنات او الكاميرا راه معطتوا حقوا صراحة الله ماشي بحل دك شي بالملي كيتشاف بالعين هكدا صراحة الله واحد المنظرة غزال مهمة البنات هنا كان البلاك فريدي دوزنا قلنا غا مشو نشوفو شنو كاين في البلاك فريدي وكيف ما كتشوفو البنات الدنيا كانت مترطقة انتم على عينكم يعني ما كان شو منين غادي دوز الدنيا كانت مترطقة صافي هنا يا بمأنني أنا خاصني شي حويجة هكدا قلت نشوف ربما لقى شي حاجة هكدا نخدا ولكن ما لقيت حتى شي حاجة صراحة وكانت دنيا كتلكم عامرة بزاف وانا ما كيعجبنيش هاد الشو بحال هكدا ممكن تكون كيكون كل شي عامر كيكون دحاس وزحام وكل شي كيكون كيجينيك وشي كيكون مقلب صافي ما كان نبقى نشوف حتى شي حاجة صافي دوزت هكدا دويرة في بريمارك شوفت هكدا محلات هكدا ضربت فيهم هكدا دورة ومشيت تحت البريمارك مشيت لسيفورة صافي ورا لقيتهم عاملين تخفيضة تزويونين بالنسبة هكدا العطور وحتى في الماكياج يعني سجلت لكم هكدا شوية باش تشوفوا هكدا شنو العروض اللي كانت نظن ما زال كينين كما كتشوفو ناقص 30% وهذا يعني كانوا صراحة عروض مغرية عجبوني أتمينة دي العطور هكدا يعني أي عطر بغيتي مشي أي عطر بغيتي يعني في مجموعة من العطور هانتو ما كتشوفو مجموعة من الماركات صراحة حتى في الماكياج حتى هما كانوا عاملين واحد تخفيض يعني اللي كان صراحة مزيان وكيف ما كتشوفوها البنات يعني حتى صف ورحتها هي كانت عامرة بزاف بزاف يعني كيف ما كتليكم من الدرجات ما كتبقى تبالك حتى شي حاجة يعني الدحاس ديال بالصح وبالنسبة للتخفيض اللي كانوا عاملين لبنات كيف ما كتشوفوا معي هي ناقص 30% يعني ما شي بزاف ولكن مزيان بالنسبة للناس هكدا اللي كيبغيوا يشيروا شي عطر هكدا مفضل ديالهم او لكي كل عطر ديالهم تسالهم يعني كانت فرصة هكدا ناقص 30% احسن هكدا ما يشيروا الواحد بالتمن دياله الاصلي يعني كيكون طالع شوية وكانوا عروض هكدا زوينين هنتم ما كتشوفوه كين باك هكدا اللي كيكون فيها اللوسيون وكيكون العطر وكيكون معه شي كخيمة اخر يعني كانوا صراحة حتى بالنسبة للرجال حتى هما كانوا عاملين لهم عروض زوينين هنتم ما كتشوفوه هاد العطر هادا كيعجبني لبنت بزاف هادا ديال البوس ديال الرجال زوينين صافي بالنسبة للماكياج كانوا عاملين حتى هما قلت لكم ناقص 30% ولكن ما شيف كل شي انا مشيت الجيهة ديالهودا بيوتي كنشوف هكدا البالات ومهم كيعجبني انا ما كير ديالهودا بيوتي ولكن ما ملقيتش هكدا شي شي تخفيض صراحة كما قلت لكم يعني ما شيف في صيف وراكا ملاغي ببعض الحويجات اللي عاملين هكدا تخفيض ومشيت شفت اخر بالات ديالهودا بيوتي اللي كان غزالي البنات صراحة البالات افون البالات ديالهودا بيوتي كان لين صراحة لا يعلى عليهم انتم ما كتشوفو ولكن كما كنقولو البالات اللي كتخرج كتنسيك فالخوران صراحة الله انتم ما شوفو هدي اخر بالات ديالهودا بيوتي لوينات واعرين يا البنات فيها واعرين واعرين تمن دياله واقلا كان شيئي 74 اورو كانضون يعني والماكياج عفوا الكولوريس اللي فيها غزالين يا البنات في التصوير ما بنج ديك شي مزيان هادو البالاتات القدامين ديالهودا بيوتي صافي وهنايا بعد ما اخرج من سافورا مشيت لا ميزون ديمون هكدا قلنا نظروه دورا نشوفو شنو كاين واش كين شي تخفيض في ميزون ديمون ولكن ما لقينا شي تخفيض يعني بلاك فريدي يعني ما عاملين شي شي تخفيض وضربنا دورا هكدا بالديكورات صورت لكم تشوفو بعض الدكورات هنا يا صراحة عندهم ديك شي كي حمق بعض الحويجات البنات صراحة الله تقدروا تلقام في اكسيون وبتمن مناسب مثلا بحل هاد بلاتوية هادو يعني تقدروا تلقام في اكسيون بلاتوية تخرين اللي كيكونوا مربعين ديال الزاج هكدا حتى هما كيني في اكسيون يعني ياخدوا واحد بالتمن مناسب وبعض الحويج ما كينيش في اكسيون يعني كيني نغيه نايا إلا بغيتي تاخدهم غادي تزيد شوية التمن بحل مترنا بالنسبة له هاد لها هيد ورات هادو كيني نحسى في اكسيون ولكن القاليتي لا علاقة ديالها ميزون ديمون دغزالين البنات التمن ديالهم يعني تريبلي ديال اكسيون ولكن كيبقاوا قاليتي غزالين انتو ما كتشوفو كيف ما قد شوفو كيف ما قد لكم البنات ترد لكم هكدا دويرات شوفو الجديد وصار في شنو كين واحدة احنا كنا كنشوفو الى القينا شي حاجة هكدا بغينا ناخدوا صراحة الله حتى صاحب جينا قد لكم بالنسبة هي عادة تحويل يعني خصب زاف الحويج هكدا اخذينا فكرة وشفنا الاتمينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما شوفو معي البنات عجبتني هدل البواطا هدي اللي كجيغ غزالة بحل مرئاة وهي هكا بواطا كجيغ زالة عجبتني الصراحة الديقورات كتاخدي بزافة الافكار هكدا ميزون ديموند او ايكيا او هذي صراحة كيني افقار بزاف ديال بالنسبة للديكور ولا التنظيم مهم هنهي البنات مبعد دست البري مارك كما كتشوفوا معايا قلت هكذا انضرب طويرة حتى يلقيتها عامره البنات ولكن بالنسبة البري مارك ما ديرينش هكذا شي شي تخفيضات هكذا خاصة بلاك فريدي ديك شي عادي يعني اتمينة عاديين غرب شي حويجات هكذا اللي كتقدروا تلقاوهم هكذا ناقصين في الثامن كيف مال عادة كيف مال عام كامل وصافي ما ما كينش كتليكم شي تخفيض لقيتهم عاملين في هاد هاد بوندوية هادو عاملين لهم اورو خمسين هما اللي رجعوا دهب على الموضة صافي لقيتهم عاملين بحال هاد لا تخوس هادو زوينين عجبوني التمن ديالهم كانوا اورو كانوا في الاصلة جوج الورو رجعوهم باورو اه بالنسبة هكذا المشيطات بحال هادو ديال بنيتات صغار زوين بنين حتى هما كانوا رجعوهم باورو خمسين اه انا بشيت نشوف اللي بوط بحال هادو فصراحة بكوز غنشوف بلاس اخرى ولي دخلت البريمارك البنات لقيتهم جايبين و هكذا بعلوان كيف ما كتشوفو كتيره وبالتمن جنيج جيد مناسب لي هو ستا الأورو صراحة كان تمن جيد مناسب وبالنسبة للديكورات حتى هما عمني فيهم هكذا بعض التخفيضات كيف ما العادة وصافي بريمارك وحد دائما صافي هنا صافي رجعت للدار غادي نشارك معاكم شنو خديت انا كليكم ما خديت شي شي حاجة يعني كتيره ولكن غيم شي حاجة مبريمارك هكذا وصافي خديت هاد هاد لات روسات هادو خديت شوج للبناتي هكذا كل واحدة واحد خديتهم لهم باورو انتم ما كتشوفو كاليتي ديالهم عجبات نية البنات زويبنين في صراحة هكذا يجمعوا فيهم ملي يكونوا مصافرين او اللي يجمعوا فيهم هكذا هكذا البانضة ديالهم مهم شي حاجة ديالهم مصافي خديت البنتي هادو اللي كيعجبوها خديتها لها باورو خمسين هاتو ما كتشوفو كيجيو زويبنين البنيتات هكذا وحتى الكبار حتى وما كيجيوهم زويبنين في صراحة نكبت لكم ما خديت شي شي حاجة كتيره بالنسبة لهاد البانطوفات هادو اللي بنات لقيتم عاملينهم في بريمارك ربعات الاورو فنيونين خديت جوج خديت هادي في القري البنتي وخديت ليه انايا في اللون اخر انا هنوريها لكم صافي كانوا نرجعون بربعات الاورو يعني ما كان شي تخفضو لكن مهم نقصي لهم شوية وصافي اللي ان انا محتاجة هكذا بانطوفة ما اللي لقيتم عاملين فهدو نقصي فيهم شوية خديتهم وخديت هنا هادا بلومارين انتم ما كتشوفو زويونا في صراحة كيجي وسخيخنين هكذا للطار هكذا وخفافين هكذا تعملوا بما هكذا الشغول ولا واخديت واحد ليباط من هاد ليباط هادو اللي وريتلكم صراحة استد الاورو وعجبوني يا ابنة اللهي لكاليتي ديالهم زويونا صراحة يعني ماشي شي حاجة صافي قديو عدي السوميلة ديالهم عجباتني يعني سوميلة اللي زويونا انتم ما كتشوفو يعني السوميلة الاورو ماشي شي تامان غالي صافي البنات كان هاد شي اللي خديت انا يا من هاد بلاك فريدي وهذا هو النهار ديالي اذا زعلها هاد الشكل هذا شاركته معكم نتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم البنات ما تنسونيش من لايك البنات الى عجبكم الفيديو وما تنسوش تشتركوا في القناة الى كنتوا مازال ما اشتركتوش وكنتوا اول مرة كتشاهدوها غادي نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله فيديو جاي وكيب مالعادة غادي نقول لكم تالله فراسكم يالله السلام عليكم